راديو الأهرام يقدم لقمة على ما أسم مع شروق أعياد أهلاً وسهلاً بكم أعزائي مستمعي راديو الأهرام في كل مكان معاكم شروق أعياد ولقمة على ما أسم ولست مكملين مغبوزات العيد الجميلة اللي هتفرحنا كلنا وتفرح ولادنا إن شاء الله النهاردة بقى حلقة في منتهى النعومة كل المكونات اللي فيها نعمة وجميلة هنبدأ بأول مكون فيها ناعم إيه؟ البتيفور أولاً البتيفور مقاديره كبايتين دقيق منخلين كباية زبدة تكون لينة والبتيفور من أهم أعوام لجاحه إن هو بيحتاج زبدة مش سمن هنحتاج كمان نص كباية سكر بودرة هنحتاج بيضة واحدة وهنحتاج طبعاً فانيليا ورشة الملح ولو هنقسم العجين وهنعمل بشوكولاتة هنحتاج ثلاث معالق كبار كاكاو خيم وطبعاً اللي هيرجع للزينة ده حاجة راجعي لك أنت هنبدأ مع بعض الطريقة قبل ما هنشتغل لازم نكون مسخنين الفرن بتاعنا على 180 وهنحضر الحاجات اللي هنشتغل فيها الصواني اللي هنحط فيها ويفضل إن الصواني اللي هنشتغل فيها تكون صواني قصيرة الحفة ما تكونش عالية من الجنب قوي اللي هي زي صواني البسبوسة أو الكنافة وعلشان نبدأ نشتغل كبان من أهم عوامل النجاح في كل مخبوزات العيد لازم نكون متأكدين إن الدقيق منخول دي حاجة مهمة جداً هنبدأ بقى في وعاء عميق عندنا هنحط الزبدة مع السكر وهنبدأ نضربهم على سرعة متوسطة لحد ما ياخدوا القوامل الكريمي الهاش وبعدين نضيف البيضة اللي معانا ونبدأ نضيف الفانيليا ونستمر بقى في الخفقان ده لمدة كبيرة شوية ونزود السرعة اللي احنا بنشتغل بيها بعد كده هنبدأ نضيف الدقيق بالتدريج طبعاً الدقيق زي ما احنا عارفين بيكون عليه رشة الملح دي حاجة أساسية ونبدأ نضرب بسرعة بطيقة شوية لو انت بتضربي بالعجان وبعدين تبدأي تزودي السرعة حبة بحبة بظالي تستمري في الضرب كويس قوي لحد لما تاخدي عجينة لينة تماماً بعد كده احنا بنقسم العجينة نصين لو انت حابة تعمليها بالشوكولاتة الجزء اللي هتعمليه بالشوكولاتة هتزودي عليه الكاكاو والنص التاني هتسيبيه أبيض زي ما هو بعد كده بتبدأي ترياحي العجينة شوية نص ساعة مثلاً وتبدأي تشتغلي بأمه بكيس الحلواني أو بمكانة البتيفور المقادير اللي أنا قلتها دي تنفع للتنين ممكن تحطيها في أمه وتشتغلي بيها أو تحطيها في مكانة البتيفور البتيفور بيتخبز لمدة عشر دقايق بالضبط ويمكن أقل وبيتساب تماماً لحد لما يبرد في ملحوظة أحبة أقول هالك لو أنت هتعملي صاج باللون الأبيض وصاج باللون للشوكولاتة علشان تختبري سوى الصاج اللي بالشوكولاتة لازم تحطي فيه واحدة بيضة بحيث أن أنت لو بصيتي للدهر بتاعها تبقي عارفة هي استوت ولا لأ على أساس أن الشوكولاتة ممكن تخدعك في اللون وبدل ما البتيفور يطلع ناشف منك لأن لو زودتي استوى عليه هيطلع ناشف بتسيبيه لحد ما يبرد خالص وبعدين تبدأي تخديه لو أنت هتلزقي كل اتنين طبعاً المربة الوحيدة اللي بتناسب بتيفور هي مربة المشمش بتبدأي تلزقي كل اتنين في بعض عايزة تحطي شوكولاتة من قدام أوكي عايزة تحطي مربة وتحطي فوقها شوكولاتة فرمسيال أو جوزهند أو بندق مجروش اللي يعجبك الجارناتور ده راجع لزوءك في الآخر وألف هنأ وكل سنة وانتو طيبين تاني صنف معنا النهاردة السابلي وكتير منكم سألوني عليه السابلي ده حاجة نعمة جداً ومحتاجة التعامل بحرص جديد جداً أنا هقول لكم المكونات وهقول لكم الطريقة اللي نمشي بيها سوا عشان تدينا في الآخر سابلي ناجح جداً إحنا محتاجين كيلو دقيق وخمسمائة جرام زبدة نص كيلو زبدة يعني وطبعاً السابلي بزبدة مش بسامت محتاجين 250 جرام سكر وطبعاً السكر هنا بودرة بطين فانيليا طبعاً عشان البيض وثلاث معالق بيكين باودر ومحتاجين قشر لمون أول حاجة بنعملها زي ما احنا عارفين بناخد في بولة السكر مع الزبدة ونبدأ نضربهم كويس جداً لحد لما ناخد القوامل كريمي تماماً بعد كده بنضيف البيض بيضة بيضة ومش مرة واحدة زي ما احنا متفقين ومعاه بنضيف الفانيليا وبعد ما بنضيف الفانيليا بنضيف قشر اللمون والبيكين باودر على الدقيق في بولة تانية والبيت بيتضرب بنبدأ بعد كده نحط الدقيق بالتدريق ونبدأ نلم العجينة بأدينا من غير عجل السابلي زي الغريبة من الحاجات اللي ما بتتعجينش خالص وبعد كده بنحطها في التلاجة ترتاح لمدة من نص ساعة لساعة ده مهم جداً في ملحوظة كمان السابلي مهم جداً ان احنا ما نشتغلش في جو حر يعني ما ينفعش تاخدي العجينة وتشتغلي مثلاً في مطبخ وانتي مشغلة الفرن يا اما تشتغلي فيها قبل ما تشغلي الفرن هو مش عايز جو فيه حرارة جو يكون جيد التهوية شغلة قدام مروحة قدام حاجة مفتوحة فيه هوى لان هي عجينة طرية جداً ونعمة جداً اشبه العجنت الغريبة فبيبقى التعامل معيها صعب جداً بنجيب ورق زبدة وبنحط فيه العجينة السابلي انا بحبه جداً بالقرفة فانا بقسم العجينة نصين نص بخليه بقشر اللمون والنص التاني بزود عليه معلقة قرفة كبيرة وابدأ برضو ألم العجينة بيدي من غير عجل بريح الجزئين في التلاجة لمدة ساعة بخدهم بعد كده ورقة زبدة ورقة فوق ورقة تحت بينهم العجينة وابدأ أفردها بالراحة سمك تقريباً سانتي قولنا العجينة نعمة جداً فالتعامل معيها لازم يبقى بحرص وابدأ أكون محضرة الصاج اللي أنا هرص فيه جنبي وبالقطعات اللي موجودة عندي وابدأ أقطع السابلي دايرة مقفولة ودايرة يكون فيها فراغ من النص الفراغ دا تقدري تعمليه بأي حاجة عندك صغيرة تقطعي الفراغ اللي في النص أهم حاجة إن الدوائر تبقى قد بعض بالضبط بالقطعات بينخبزه ما بياخدش في الفرن خمستاشر دقيقة على درجة حرارة مية وتمانين ومجرد ما بتختبر الضهر بتاعه خلاص هو ما بيتلونش من فوق لون فظيع مجرد ما الضهر بتاعه ياخد لون هو خلاص كده استوى بالضبط بناخده ونحطه في الفرن وبنسيبه لحد لما يبرد تماماً أول ما يبرد خالص تبدأ يتخديهم واحدة واحدة وبنلزقهم بمربة المشمش إحنا قلنا إن مربة المشمش هي الوحيدة اللي بتليق مع الحلويات دي اللي نقدر نلزق بيها بعد ما بتلزقيه بتاخدي منه كمية وترشيها بالسكر البودرة وألفهنة من أنعم وأحلى حلويات ومخبوزات العيد السابلي كمان هنعمل النهاردة صنف قديم أوي كان بيتعمل من زمان جداً وكان مشهور أوي كان وجداتنا يعملوه يعني ما بين البيتيفور والبسكوت بيقولوا عليه بسكوت اللينكشاير مع إنه هو في العجينة أقرب للغريبة المقادير بالجرام 50 جرام نشا 50 جرام سكر بودرة 150 جرام دقيق 100 جرام سمن وما بيتعملش بزبدة بيتعمل بسمن بيضة نص معلقة صغيرة بيكين باودر فانيليا رشة الملح في بولا عميقة هنخلط السمن والسكر لحد لما ياخدوا القوام الكريمي كويس قوي وبعدين هنبدأ ننزل بالبيضة اللي عندنا والفانيليا ونخلطها برضو كويس قوي معاهم وبعدين ننزل بباقي المكونات الجفة لحد لما يتكون عندنا عجينة قريبة من عجينة الغريبة جداً هنبدأ نقطح دوائر صغيرة تكون متساوية كل الدوائر وهندخلها فرن سخن جداً فرن على 200 لمدة 12 دقيقة أو أقل لحد لما مجرد ما الضهر بتاعها ياخد لون انت جدد عرفي ان حاجتك استود بتطلعي الصغدة وبتسيبيه يبرد تماماً ما بتقربيلوش وبتفضيه ساعة ساعة ونصف الهواء لحد لما يبرد تماماً وطبعاً زي ما احنا متفقين بمربة مشمش الوحيدة اللي بتليق مع المغبوزات دي بتجيبي كل اتنين في بعض لو انت حابة تعملي جار ناتور أكتر فيه ناس بتحط المربة داير ميدور بعد ما تلزق الاتنين وتحطهم في شوكولاتة فرمسيال في جوز هند في مكسرات مجروشة كل ده جار ناتور راجع لزوءك انت والحاجات اللي بيحبوها أفراد أسرتك وكل سنة وانتو طيبين أتمنى ان حلقة النهاردة تكون عجبتكم حلقة نعمة كلها وجميلة كده وكلها أصناف نعمة وأتمنى ان انتو تجربوها واستنونا في وصفات تانية كتير ولقمة على مقسم لقمة على مقسم مع شروق عيد شروق عيد